السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعطيكم عادي في حول قلب كيفكم اشخباركم ما شاء الله نوركم تمام. لابدنا اخوان بدنا نبلش بالوحدة الجديدة اللي هي التفاضل واول درس بهاي الوحدة اسمه قاعدة السلسلة. هو اطول درس بالوحدة هاي. اذا الطالب يتمكن منه بشكل مليح بشوف ما تبقى من الوحدة جدا جدا اشي سهل اشي بسيط. فاذا انت تمكنت من هذا الدرس وتمكنت من جميع افكار وما كان عندك مشكلة بهذا الدرس. تقدر ان شاء الله الدرس الثالث والرابع اه الثاني والثالث والرابع تشوفهم جدا سهلات وبسطة. اذا انت اول مرة احضرني لازم تشترك بقناة اليوتيوب حيث يوصل لكل جديد واذا انت مش موجود على غروبات الواتس لازم تبعثي لهذا الرقم حيث اضيفك على غروبات الواتساب الخاصة بغروب بالمكثفين. سور سرعة ثمانية سبعة اربعة واحد اثنين ثمانية خمسة تمام? وتفاعل مع الفيديو كمان بحيث يوصل لاكبر عزم ممكن من اه طلع. طيب خلنبلش مع بعض ونشوف اول درس بهك عن قواعدة السلسلة. وقال ما ابلش بالدرس بشرح الدرس بشكل تفصيلي لازم اعطيكم قواعد اشتقاق لان اغلب الطلاب مش متمكنين من قواعدة اشتقاق. غير هيك قواعدة اشتقاق كانت موجودة الاول ثانوي مش موجودة بالتوجيه هي. فبالتوجيه مباشرة بلش بجسم قواعدة السلسلة ما جهز او ما حذرك اه او ما ما جهزك اه اه بقواعدة اشتقاق. مباشرة بلش ايش? بلش بقواعدة اش بقواعدة السلسلة. لهيك انا بدي اصوي شوية تأسيس للاشتقاق. بعدك نبلش بالدرس بشكل مباشر. طيب. حسا عنا اخوان مشتقي الثابت. يعني انا دائما اعكي لك اذا كان افليكس سوي رقم صوي رقم ثابت. فالمشتقي عبارة عن صفر. دائما اذا اف في اكس صوي رقم. فالمشتقي عبارة عن صفر. فان عندي اف في اكس مثلا اف في الاكس. لو انها ثلاث. فالمشتقة اللي هي برموزولة بالفتحة اف فتحة للاؑس. اي شي بعد المساولة ما في اكسات مشتقده صفر. اي شي بعد المساولة ما في اكسات مشتقده دائ Engineers. طبعا رامز المشتقل هو ايش? اللي هو عبارة عن فتحة. فمثلا بحكي لك امث عن الثوابت. بقول الاكس هو كي. الكي هاي ما فيها اكسات. شو مشتقتها? صفر. عندك مثلا ثلاث كي تربية. حتى لو انه في تربية حتى لو انه مضروب ثلاث. هاي فيها اكسات? لا. اذا ما فيها اكسات اخوان شو مشتقتها? مشتقتها صفر. هون مثلا واحد عالبي حتى لو انه قسمة. اذا الجزء هاضه ما في اكس ما في رمز اكس. فهاي المشتقة شو بتكون صفر? مثلا جذر الاي? ايه? والله فيها جذر اكيد فيها انه استاذ اكيد هاي مشتقتها من الصفر. يا اخوي اي اشي ما بحوي اكسات المشتقة دايريكت ايش? دايريكت صفر. مثلا هون بقول لك ايه تربيع زائد بيه تربيع? ما في اكسات المشتقة ايش صفر? هون الستة ما فيها اكسات صح? شو مشتقتها? مشتقتها صفر. اذا اي اشي ما في اكسات اخوان? مشتقت ايش? مشتقته صفر. طيب. بعد هيك حكاري مشتقة المتغيرات اللي فيها اكس. يعني المثل عندي اف ال اكس او اكس او اكس مرفوع على رقم. كيف بشتق? المشتقة بنزل الرقم اللي على الاكس بسوي لهن بسحس اللي هون. تمام? وبنقص من القوة واحد. كيف يا استاذي? فس هون اف ال اكس شو هي اكس تكعيب? شو مشتقة الاكس تكعيب? اللي هي بتنزل الثلاث بسحسينها جنب الاكس. وبتنقص من الثلاث واحد شو بسصير? اثنين. اذا هون الاكس تكعيب شو مشتقة ثلاث اكس تربيع? بتنزل الثلاث جنب الاكس وبتطرح من القوة ايش واحد. مثلا هون اضرب للاثنين بالاثنين. يعني هون الاكس جنبها اثنين صح? فلما نزل القوة بضروها بالاثنين اللي جنبها هون. فاثنين ضرب اثنين اربع. اكس اطرح من القوة واحد. الاثنين لو طرحنا منها واحد يا اخوان بتصير واحد. طبعا برياضيات ما فيش ما في معنى للواحد لما تكون قوة. يعني القوة تكون واحد هاي بما يلها معنى اصلا. فان شو تجواب اربع ايش اربع اكس. طبعا? طيب. حكالي لو شفت مثلا هاي رقم ملزق باكس رقم ملزق باكس مثلا جارك ثمانية اكس. مشتقته ايش? دائما الاكس هاي المعليها قوة ملزقة برقم المشتقة بتنزل الرقم. السبعة اكس اللي الرقم هذا ملزق باكس صح? مشتقته بنزل الرقم الجنب الاكس على السريع. مثلا سالب اكس. شو الرقم الجنب اكس اخوان سالب واحد? فالمشتقة هيش سالب واحد? هو مثلا خمسة ملزقة بالاكس. اذا شو المشتقة هون خمسة? فدائما اي رقم ملزق مثلا قالت بي اكس. هاي اللي بي ملزقة بالاكس. اكس عادية هايها ما عليها قوة. اذا شو المشتقة هون بتنزل البي نفس encontر اي. فعن اثنان احنا عادن Law Yellow 5 خمسة اكس شو مش تقتها خمسة. طيب. بعدك السؤال الاخر مثلا هون رقم ملزق ب اكس. الاكس هاي مرفوع على قوة القوة هاي بس احسن لها بضربها بالواحد. اربعة ضرب واحد اربعة. تقسيم اربعة. يعني هون اربعة دعم بنضرب بالبسط. اربعة ضرب واحد اربعة. تقسيم اربعة بروح مع بعض دعمهم بشوها بعض. فلما نزلنا اربعة وطيرناها بظل اكس مرفوع ليش? الاربعة لو طرحنا منها واحد شو بصير ثلاث. تمام? اذا نزلنا الاربعة ضربناها بالواحد. اربعة ضرب واحد. اربعة. تقسيم اربعة طارد. صف عندي اكس مرفوع ليش لقوة ثلاث. طيب. هذا الرقم هذا ملزق ب اكسات صح? طيب. هون شو بسوي? بروح بنزل السبعة. جنب الرقم. فبصير سبعة. جذر الاثنين. اطرح من السبعة هي واحد شو بصير? بصير ست. اذا هون. بتمسك السبعة. بتنزلها جنب جذر الاثنين. وبتطرح من القوة هيش? من القوة واحد. هون. هذا رقم. كي رقم. ملزق ب اكس قوة خمس صح? نزل الخمسة جنب الكي. انت مالك دخل بالكي يا اخوي. الكي ثابت. ثابت. اي اشي ما في اكسات فهو رقم ثابت. هس هو مشتقته لحال. يعني الكي لحالة اذا لحالة هيك فيش جنب اكسات مشتقته صفر. لكن الكي او الرقم الثابت ملزق ب اكسات. ما بطرح على الكي. بروح بنزل الرقم جنب الكي. وبطرح من القوة واحد. طب? فانا عند هون خمسة بنزلها جنب الكي بصير خمسة كي وبطرح من القوة واحد و بصير صير اربعة. طيب هون طرح كيف? هاي الثلاث. هزا كي. كي هزا رقم ثابت. حط لونها تربيع. في على اكس هون ثلاثة. بنزل الثلاث هاي جنب الكي. فبصير ثلاث كي تربيع اكس. نقص من الاكس واحد. شو بصير اكين? فدائما الثوابت شو ما كان شكلها يا اخوان? الثوابت شو ما كان شكلها? على تربيع على تقعيم شو ما كان شكلها? دائما اذا ملزق باكس بطقع لها بطقع للثابت ما اللي دخل فيه. تمام? وباشتغل فقط ايش? على الاشي المرفوع. اللي اكس المرفوع لقوة. تمام? يارب تكون هاي الفكرة. سؤال بعضو. هون مشتقط القوة السالبة. حكال لو انه الاكس مرفوع لقوة سالبة. شو بسوي عادي? بنزل السالب جنب الجنب الاكس. صير سالب اثنين اكس. وبطرح واحد من القوة. السالب اثنين. لما تطرح منها واحد. بسير سالب ثلاث. مش مثلش. مش المشتقة الموجبة. لانه مثلا اكس. قوة ثلاث. لانه هذا الرقم موجب لما اشتقه. تنزل للثلاث. وبطرح من الثلاث واحد بسير اثنين. بس بحالة القوة السالبة. لما اطرح واحد الرقم بالضعف. فبسير ناقص اثنين. ناقص واحد. شو بسير ناقص ثلاث. اذا بتعرفش تحسبها. بتحسبها على الآلة الحاسبة. بتقول لهم. انا سالب اثنين. طرحت منها واحد. بسير سالب ايش? سالب ثلاث. تمام? اذا هون. اذا كانت القوة سالبة. نزلها واطرح واحد من ايش? من القوة. طيب. عنا بعد هيك. اكس قوة سالب خمسة. نفس الشي نزل السالب خمسة. اكتب الاكس مثل ما هي. واطرح من القوة واحد. الناقص خمسة. لما نقص منها واحدة على الحاسبة. بتطلع ناقص ايش? ناقص. فدام المشتقة نزل القوة. اذا كان السالب مثلا نزلها واطرح واحد فبايش? لما اطرح واحد الرقم بكبر يعني. طيب. هون بتنزل السالب واحد جنب الاكس. سير سالب اكس. اطرح من النقص واحد نقص واحد. بسير نقص ايش? نقص اثنين. طيب. هون سالب اربعة. صح? نزل السالب اربعة هون جنب الاكس. سير سالب اربعة اكس. اطرح من السالب اربعة واحد بسير سالب ايش? سالب خمسة. فدائما قوة السالبة لما نزلها واطرح واحد من القوة بزيد الرقم بزيد بكبر. ما بقل. طيب. هون السالب ثلاث اضرب لها بالثلاث هاي. سالب ثلاث ضرب ثلاث. على الحاسبة يقول له ها بناشت عمقنا استاذ. سالب ثلاث. ضرب ثلاث. تطلع تسعة. سالب تسعة. تطلع هاي سالب تسعة. اكس. اطرح من السالب ثلاث واحد بسير سالب اربعة. بس. هون هزا رقم صح? ملزق بالاكس. الاكس هي مرفوع لسالب سبعة. نزل السالب سبعة جنب البي. تطلع سالب سبعة بي. اكس. اطرح من القوة واحد بسير سالب ايش? سالب ثمانية. تمام? يا ربي تكونوا امور هاي واضحة وبسيطة بالنسبة لكم. طيب هون. عنا سالب ستة والقوة سالب اثنين. اضرب. السالب اثنين ضرب سالب ستة. سالب مع سالب موجب. اثنين ضرب ستة اثناش. اكس. اطرح من السالب اثنين واحد بسير سالب ايش? سالب ثلاث. ان شاء الله تكونوا امور حتى الان بسيطة. حكالي. خلنا نفهمك شغلز. حكال لما تشتق دائما بالاشتقاق يا اخوان رجحها لتحت تتحقق موجب. يعني انت داما بالاشتقاق اذا اشتقيت قوة سالبة وكانت القوة سالب بس تخلص الاشتقاق. عشان داما احنا بالاشتقاق لازم نكون القوة موجب. فانت لما تخلص عملية اشتقاق. اذا لقيت القوة سالب. بدأت تخليها موجب كيف? اول ما تشوف القوة سالب. الرقم العجنب بتنزله. هسا عنا اه هاي اثناقص اثنين اكس قوة سالب ثلاث داما القوة مستحية وكون سالب الاشتقاق يا اخوان. فشو بسوي? بروح بنزلها لتحت كيف يعني? يعني هاي السالب اثنين محطة هون بحط خط داما القوة السابقة نزلها تحت خليها موجب. تمام? اذا هون السالب اثنين نزلها هاي السالب اللي على الجانب بحطها فوق بحط خط ونزل هاي لتحت تصير ايش? اكس قوة ايش قوة ثلاث. طيب. هون الرقم اللي جانب الاكس سالب خمسة. فحط سالب خمسة. وهاي عشان السيل موجب بنزلها لتحت واعكس اشارته. سوي خط تحت الرقم. وحط الرقم تحت واعكس اشارته. سهلة. هون شو الرقم اللي على الجانب سالب واحد? فتحط سالب واحد على اكس شي من السالب اثنين اه هون انت بتنزلها لتحت. فالسالب اثنين شو بسير اثنين? طيب. هون الرقم العجانب سالب اربعة. فتقول له سالب اربعة. حط خط. هاي. اكس قوة سالب خمسة. نزلها تحت الخط بسير قوة موجب خمسة. السالب خمسة لما نزلها تحت الخط. بسير ايش? بسير موجب. طيب. هون سالب تسعة صح? بتحط السالب تسعة تحط خط. هاي لانها قوة سالب. نزلها لتحت واعكس اشارته. هون هاي هذا رقم. بتنزله وبتحط خط. وهاي تحت الخط. خليها موجب. فداما. اذا كان اللي جنب الرقم اكس مرفوع لسالب. نزلها تحت الرقم واعكس اش. واعكس اشارته. مثلا هون. هاي. قل له اثناش. على هاي قوة سالب صح? نزلها تحت بسير اش. بسير موجب. اذا. الموضيش بسيطة وسهلين. طيب. هسا نيجي لمشتقة القوة الكسرية اخوان. اذا مثلا. ال اكس مرفوع لقوة كسرية. كيف اشتقها? عادي. بتنزل الرقم. بتحط اكس. بتطرح البسط من المقام. بتطرح البسط من المقام. ده مرحب الكسر يا اخوان. بتحط الرقم ها بتنزله جنب الاكس. وبتطرح البسط من المقام. سبعة ناقص اثنين خمسة. على المقام نفسه. بس. اذا سبعة اثنين اكس قويش. خمسة على اثنين. هون نزل لاربعة ثلاث جنب الاكس. فبصير اربعة على ثلاث اكس. اطرح البسط من المقام. اربعة ناقص واحد. اربعة ناقص ثلاث واحد. على نفس المقام الهو ثلاث. هون نزل النص هون. بصير واحد على اثنين. اكتب الاكس. اطرح البسط من المقام على الآلة الحاسبة. واحد ناقص ثلاث واحد. على نفس المقام. والله سهلا يا انت انت كمخ بشري. انت مخ بشري. لازم أمي الصابعة دعا فいう ثلاثة الصعب يعني انا ما بأسوي صولier مثل السحر؟ ويعدي نزل السحر جنب X 알려وني مثل ما هي؟ واطرح إلى الفوق ب Sr 3 السحر على نفسها انه لا صحولorgt نغطي سحر والله سهل و لنركز سبل ا Jae 4 نزل السابة الثلاثة على اثنين ب Sr 3 اطلع السالب ثلاث على اثنين على وطرحه إن ه opposed الس clarin 3 اللي فوق هي سلب ثلاثe. فناقص ثلاثة ناقص ناقص ثلاثين على خاسبة هي ناقص خمسة على نفس الرقم. على نفس المقام. طبعا طبعا. هون. امسك الخمسة على سبعة نزلها جنب الاكس. تطلع خمسة على سبعة. واكتب الاكس مثل ما هي. اطرح البسط من المقام. خمسة ناقص سبعة. اللي هي على الآل حاسبة ناقص ثلاثة. عليهش? على سبعة. يارب تكون واضح. هون. نزل الثمانية ثلاثة جنب الاكس. تطلع الثمانية على ثلاث اكس. اطرح البسط من المقام. ثمانية نقل ثلاث خمسة. عليش? على نفس المقام الوثرة. تمام? يا رب تكون واضح. يا رب تلعيك اخوي. ان شاء الله يكون انت فهمها. يا رب تكون فهمها. ان شاء الله. ان شاء الله. والله اش يعني. بلش من الصفر انا لازم يكون نفهمت خلص. انا متأكد انك فهمت. انه بتنزل الرقم جامل اكس وتطرح البسط من المقام. طيب. هسا احنا خلصنا عملية اشتقاق. بانتở Naossa ان بعد عملية الاشتقاق. بعد عملية الاشتقاق. اذا كانت القوة كسر. ها بعد عملية الاشتقاق. هي اشتقينا. بعد عملية اشتقاق. اذا كانت القوة كسر. كيم الكسر وحط محله جذر فاضي. كيف يعني? يعني هاي مع السورة.cave2 شاف الكسرة بتقيمه. واحط على اكس جذر فاضي. تريد الرقم اللي تحت الخط بتحطه برة. والخمسة بتحطط جوه. تم? اللي تحت برا واللي فوق جوه. بس خلصت. هون مثلا. قلوا اربع على ثلاث. الاكس فوقها كسر صح? بتحط الاكس عليها جذر وبتوقف شوي. الثلاث اللي تحت هون. والواحد هون بس الواحد فيش لا دع تكتبها هي. لانها واحد. طيب. هون نص. بس بدي ازيدك من الشعر بيت. اذا كان الاكس القوة تبعتها كسر سالب. قيم هحط محلها جذر بس بالمقام. يعني حط هون جذر هيك بالمقام. انا هون اذا كان الكسر سالب. سوي الجذر تحت تحت خط. الاثنين برا فيش لا دع والواحد جوه فيش لا دع. لانه الاثنين اصلا اللي احططه هون هو اصلا جذر تربيعي. جذر التربيعي مع الاثنين او بدون الاثنين هو جذر تربيعي. حتى هون كمان فيش لا دع الاثنين اصلا. لان هون هيك هيك جذر ايش? جذر تربيعي. هون سالب ثلاث على اثنين. الاكس هاي ما فعلة كسر سالب صح? سوع الاكس جذر فاضي. امسك الاثنين برة فيش الها داعي. والخمسة جوه. تبقوا ان السلب يا استاذ رحت معي. احنا احنا نزلنا هاي القطعة كلها لتحت. فالسلب روح اصلا. تمام? فبسوي خطب. بحط جذر فاضي تحت. الاثنين برة فيش الها داعي. والخمسة ايش? والخمسة جوه. رب تكون عمور بسيطة. سالبعده? هون. نفس الشي. نقول له خمسة على سبعة. هذا كسر سالب صح? نزله لتحت. تمام? وحط السبعة برة وحط الاثنين جوه. بس الاثنين ها داعي لانه هاي اكس تربيع. تمام? اذا هون. هاي كسر سالب. لانه كسر سالبي استاذي دحشته لتحت مباشر. حطت جذر فاضي. اللي تحت برة واللي فوقش واللي فوق جوه. يارب تكون مفهومة. هون. هذا كسر موجب. مش رح نزله تحت اصلا. فبتظل الثمانية على ثلاث. خلاص بتقيمي الكسر. تحط محله جذر. اللي تحت برة والخمسة يش? والخمسة جوه. تمام? يا رب تكون. اذا هاي هي مشتقة الجذور. هسا نيجي على اه كمان مرة مشتقة الجذور بس بشكل اقوى شوه. حكالي لو بدي اشتق الجذر التكعيب للاكس قوة خمسة كيف يمكن اشتقه حسب القواعد اللي اخذناه فوق? احنا يا اخوان بنقدرش نشتق الجذور. يعني ما في حالة بقدر اشتق الجذور الا حالة وحيدة فقط بقدر اشتق الجذر التربيعي. بس هو الجذر الوحيد بقدر اشتقه بدون تجهيز. لكن اي جذر اخر بالاشتقاق لازم يسير يسرين له عملي التجهيز بالاول. فانا عندي هون عشان اشتق هاي. بقدرش اشتقها اشتقها وهو شكل هزي هيك. فاول شي بجهزها. التجهيز دي عن الاشتقاق اخوان بجهزها يعني هي نفس اف. نفس اف ما تغيرها. تمام? هاي بقسم الداخل على الخارج اللي هي خمسة على ثلاثة. هاي شو? هون كان عندنا الجذر التقع بالايكس قوة خمسة لازم اجهزه بالاول قسمت الداخل على الخارج. تمام? تمام. هسا بنروح باشتق بنزل الخمسة على ثلاثة هون. اكس. خمسة ناقل ثلاثة اثنين. على ايش? على ثلاثة. حلو. الخطوة الاخيرة لما خلص عملية اشتقاق لما خلص عملية اشتقاق. اذا شفت كسر ممنوع الكسر. بحاوله لجذر. يعني خلص انا خلصت اشتقيت. اشتقيت وخلصت. برجح مثل مكانت. اللي خمسة على ثلاث. بحط على الاكس. جذر فاضي. الثلاث برا. والاثنين اش? والاثنين. تمام? يا رب تكون. سور بعضه. هون ناقص اول شي جهزها. هاي واحدة ليش? على اربعة. بتنزل الواحدة الاربعة جنب الاكس. ويطرح اللي فوق من اللي تحت. واحد ناقص اربعة ناقص ثلاث. على الحسب. على ايش? على اربعة. خلصنا اشتقاق رجحها. هي لانها كسر سالب. فبترجع لتحت يا اخواني. ان هون هيك هيك. الاربعة برا. والثلاث ايش? والثلاث جوال اكس. تمام? رب تكون واضح. هون ناس الشي. الاثنين على السبعة. بقول اكس. اثنين على سبعة. انا هيك جهزت. هس كيف باشتق? بنزل الاثنين على سبعة هون. بكتب اكس. وبطرح اللي فوق من اللي تحت. اثنين ناقص سبعة ناقص خمس. عليهش? على سبعة. اثنين ناقص سبعة ناقص خمسة سبعة. هس رجحها. تطلع. اثنين على سبعة. ولانه هيكسر سالب. حوط على الاكس جذر فاضي. بس تحت. بالمقر. السبعة برا. والخمسة جوال. تمام? يا رب تكون واضح. نفس الشي. احنا حكينا الجذور ما بقدر اشتقها. لازم اجهزها بالاول. نفس الشي. اذا كان عندي رقم مقصومة اكس. اذا كان عندي رقم مقصومة اكس. كمان هاي لازم اجهزها عشان اقدر اشتقها. اذا شفت رقم مقصومة اكس. طبعا لو قدام في مشتقد قسمة. بس سواءنا في شغلات تجهيزها احسن من اشخاقها كمشتقد قسمة. فهاي. هاي. انه اول ما اشوف رقم مقصومة على اكس. رقم مقصومة اكس. بجاهز بالاول. وهنا طلب طبعا بالتكامل ما اخذ كثير التجهيز. فاتوقع من التجهيز بنسبة له ما في مشكلة. فكبه جاهز هاي? لازم ممنوع يكون الاكس تحت بالمقام. تحت الخط. لازم ارفحها لفوق. جنب الواحد. فبسير هاي واحد اكس. هاي لما ارفحها من تحت لفوق بعكس اشارتها. هاي لما ارفحها من تحتها فوق بعكس اشارتها. هسه باشتق. سالب اثنين ضرب واحد. ايه سالب ثلاث. اذا كانت تحت. رفعت رفوق عكست اش? عكست اشارت. لما خلصت اشتقيت. سالب اثنين ضرب واحد. سالب اثنين. تمام? واطرح من قوة واحد شو بصير سالب ايش? هس رجح. الرقم اللي جنب الاكس نزلو. حط هنا اكس. طبعا احنا خلصنا عملت اشتقاق. ممنوع يكون عندك قوة سالب. خلصت اشتقاق رجع كل شي مثل ما كان. فعندي هون رقم بس الرقم سالب بنزل لتحته وبحول للموزي. تمام ليش يا استاذ ما حولت له جذر? لانه هو مش كسر اصلا. هذو اخوان مش كسر عشان يتحول لجذر. هذو الرقم عادي. بس مشكلته انه اشرته سالب. فنزلت له تحت. طيب هون ناس الشي. ارفع حي لفوق. تطلع ثلاث اكس. اعقس اشارت القوة. هس اشتق. سالب خمسة ضرب ثلاث سالب خمستاش. اكس. اطرح من السالب خمسة واحد بصير سالب ستة. خلصنا اشتقاق متفقين على اشتقاق. هس القوة سالب صح? حط السالب خمستاش. اقسم اكس. اعكس اشارة القوة شو بصير موجب. بصير ستة. تمام? اذا هون شو سوينا? رفعنا هاي لفوق عكسنا اشارتها. هس اشتقينا. بعد ما اشتقينا اذا كانت القوة سالب ايش بسوي فيها? بدحشها لتاحت تصير موجب. طيب. هون ارفعها لفوق. جنب السبعة. تطلع سبعة. هي كانت سالب صح تحت احد. رفعت لفوق ثن عكس شارتها بصير موجب. هس اشتق. ثلاث ضرب سبعة واحد وعشرين. اكس اطرح من القوة شو بصير اثنين. هون في داعرة ان نزلها تحت لا. للنصة القوة موجب. فيش فيها مشاكل اصلا. ما فيه كسر ما فيه. القوة عادة موجب. اذا كانت القوة عادة موجب اخوان خلاص بالظلة مثل ما هي. ما بقرب لها. شو دي سوفي اكثر من هيكين. طيب. نجي لكمان سؤال. هون نفس الشي. هاي اول شي في عندي مشكلتين. انه الاكس تحت وغير انه الاكس تحت عليها جذر. اخلاص من الجذر. اللي هي ثمين ع ثلاث. بس الاكس كانت تحت وبيد ارفعها لفوق جنب الواحد فبصير واحد اكس. قوة اثمين ع ثلاث سالب. تمام? اذا هون اثمين ع ثلاث. هي كانت تحت الخط طلعتها لفوق جنب الواحد واكست ايش? اكست شارته. هسا سالب اثمين ع ثلاث ضرب واحد. اللي هي سالب اثمين ع ثلاث. هنا ايكس. يطرح للفوق من اللي تحت. سالب اثنين ناقص ثلاث. او ناقص اثنين ناقص ثلاث كم? على الحاسبه ناقص خمسة. عليش? على ثلاث. خلصنا عملية اشتقاق? نعم خلصنا عملية اشتقاق. هسا ليش بسوي? بقول له هاي سالب اثنين? على. ثلاث وهضل انه كسر سالب بنزوه تحت. بحاول له جذر. الثلاث برة والخمسة ايش والخمسة جنب. تمام? يا رب تكون الفكرة هاي واضحة واش معقد يعني. حاولي تبسطها بقدر الامكان. فان شابه تكون تبسط الثاني. انه هون. هاي اثنين ع ثلاث. رابحة مارف وقع كاسة نشارتها. هسا سالب اثنين ع ثلاث ضرب واحد. اللي هي سالب اثنين ع ثلاث. اطرح اللي فوق من اللي تحت سالب اثنين. سالب ثلاث لي سالب خمسة ع ثلاث. خلصنا اشتقاق. هذا في عندي مشكلتين. عندي كسر وعندي سالب. فالكسر بتحول لجذر. والسالب بنزلها تحت. عشان يصير جذر تحت المقام. يعني هون الجذر تكاويل الاكس. ايش. قوة خمسة. يارب تكون مفهومة. طيب. نشوف هون سؤال. وصور هذا سهل. حكالي اذا كان اف في الاكس او اكس تكعيب ناقص اثنين اكس زاد واحد. نجد اف في المشتقة الاكس. خلنا يا اخوان بحالة المشتقة. اذا كان عندك عدة حدود بينهم جمع وطرح. اشتق كل واحد لحال. عادي. فهون طالب ان المشتقة باشتق. شو مشتقة الاكس تكعيب? ثلاث اكس تربيع. نزلنا ثلاث اطرحنا واحد. الرقم اللي بكون ملزق باكس مشتقة نزل الرقم. طيب. الرقم اللي لحاله. الرقم الثابت اللي لحاله مشتقة بصفر. احنا خذناها هاي. اي رقم لحاله بدون اكسات مشتقة بصفر. رقم ملزق باكس فيش عليها قوة. المشتقة بينزل هذا الرقم. الاكس قوة ثلاث. شو مشتقتها? ثلاث اكس قوة. قوة اثنين. اذا شجها بتجهب دي. طبعا ان هو ثلاث اكس تربيع ناقص ايش? ناقص اثنين. السؤال البعدو. حكياني هون. اذا كان هو ثلاث كي اكس تربيع ناقص واحد. جد دي واي على دي اكس. باشتق. باقوله شو ما هون طبعا هذا رمز من رموز المشتقة. دي واي على دي اكس رمز من رموز ايش? من رموز المشتقة. فلما اشوف دي واي على دي اكس باشتق. باقوله دي واي على دي اكس عندها. بس اشوف دي واي على دي اكس اخوان هي عبارة عن اشتقاق يعني شو مشتقت هاي هون هذا رقم ملزق بx مرفوع لقوة 2 نزل ل2 وضرب ليها بال3 سيرت 6 وكي والx اطرح منها 1 2-1 كم 1 تكتبش الواحد خلص يعني في جزعة تكتب الواحد الx قوة 1 الواحد لا تكتب بالقوة اذا كانت القوة 1 اكتبهم الواحد عندك اذا كانت القوة 1 لا تكتب الرقم اللي لحاله شو مشتقته 0 اذا شو الجواب 6kx لو شو فرع ياربا تكون الفكرة وصل نجل اسوأل اخر حكا لي اذا كان اثل x هو الجذر التربيعي للx ناقص 1x فان جيل مشتقة للx شو هي بشتق بقوله جيل مشتقة للx اول شي هون عشان اشتق لازم اجهز بالاول لازم اجهز شو تجهيز هاي تجهيزها اللي هي x الداخل على الخارج الجذر التربيع دليل 2 هاي 1 اثنين وهي شو تجهيزها هاي كانت تحت الخط برفح لفوق عندي الواحد فبصير 1x هاي شو قويتها يا اخوان واحد موجب لما ارفح لفوق بتنعكس شرط هسه بشتق شو مشتقت الاكس بوى نص نزلوا النص جنب الاكس واطرح اللي فوق من اللي تاحد واحد ناقص اثنين ناقص واحد على اثنين اطرح اللي فوق من اللي تاحد هاي شو مشتقتها ناقص واحد اضرب ليها بناقص واحد الناقص مع الناقص موجب واحد ضرب واحد واحد اطرح من الناقص واحد كمان ناقص واحد شو بصير ناقص ايش ناقص اثنين هسا بجحس هون عندي مشكلتين كاسر وسالب خلصنا اشتقاق اذا كان فيه كاسر وسالب بعد الاشتقاق بتحط الواحد هاي هون سوي خط تحطي اثنين هاي الجنب هاي هون وهذا لانه كاسر وسالب حط جدر فاضي تحت الاثنين برا في الشيء لا داعي اصلا تكتبها والواحد جوه في الشيء لا داعي كمان تكتبها اذا هاي واحدة لاثنين الجذر التربيعي لالاكس هون هون الواحد هاي 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 هون القوة سالبة فبدحشها لتاح بصير موجب بصير اكس قواش قوة اثنين اذا هون السالب اثنين نازلها تاح بصير اكس قواش قوة اثنين اذا شو جاب نجاب فرعش فرعش كي رابط كون طيب السؤال البعض هو نفس الشيء بس بدي هون اقفل مشتقل ايش اقفل مشتقل الاثنين انا عشان اشتق اذا فيش مش مجهز لازم يجهز بالاول ايش مش مجهز لازم يجهز بالاول فهاي بجهزها الاكس بنزلها مثل ما هي بقربش عليها تمام وبروح على الاشي اللي مش مجهز بجهزه هاي برفحها لفوق جنب الواحد سير واحد اكس اكس اشارتها هون واحد سير سرب واحد هسه اشتق شو المشتقة الاكس شو مشتقتها الاكس اخوان هون معاملها واحد فالمشتقة هاي اللي هي واحد هون ناقص مع ناقص موجب واحد ضرب واحد واحد اكس قويش اطرح من القويش شو بصير سلب ايش سلب اثنين هسه خلاص ناشتقاق رجع كل شمية في المكان الواحد هيها زاد هاي واحد كمان وهي اللي انها قوة سالة بنزلها تاحت بصير ايش بصير اذا هاي واحد زاد واحد على الاكس ايش على اكس تربيع هو بده المشتقة عندهش عند الاثنين فبعوض اثنين محل كل اكس بيطلع واحد زاد واحد على هي الاكس قوط محلها اثنين اثنين تربيع اربع هي طبعا لو تدخل على الحاسبة وتقول له واحد زاد واحد تقسيم اربعة شيف تي بي سي اللي هي خمسة على ايش خمسة على اربعة اذا شو الجواب الجواب فرع ايش فرع ايش اذا مشتقة اخوان كالتالي اول شي اول شي اذا شفت اكس بالمقام جهزها اذا شفت جذور جهزها لما نجهز تمام نشتق الاكس مشتقتها واحد هاي مشتقتها اللي هي سالب واحد ضرب سالب واحد بصير واحد اكس اطرح من القوة شو بصير سالب اثنين نزلنا هاي هاي رجعناها مكانها تصير موجب صار الشكل هاغمين لما وصلت لهذا الشكل حلو لما وصلت لهذا الشكل عوضت الرقم بديه شو شو بديه بديه الاثنين عوضنا محل كل اكس اثنين اثنين تربيع اربعة فبتطلع واحدة الاربعة زاد ايش زاد واحد سويها على الحاسبة هاي شيف تي بي سي بتطلع ايش خمسة على ايش خمسة على ربع بالشكل هالا اصلا يعني انه كيف يتمكن اشتقاق فانا لازم كان لازم اعطيكم تأسيس للاشتقاق بحيث تتمكنوا بشكل نيح يعني فيه الطلاب يباعي لسه بعد شهر او شهر ونص امتحانهم وانا متأكد ان فيه طلاب لسه هاي معلومات بالنسبة له مش جديد طيب هسا نشوفها الاخر وليش هيك بيجي هاي بتحرك لها اوكي هسه انا بحكيري اذا كان افر اكس او كي تكعيب اكس تكعيب ناقص واحد معطيك معلومة هون او مفتاح انه انا بدي اشتق هاي عليها فتحي انا بديك تشتق فانا قيمتي الثابت كيف يكن بالساوي اول شي كيف يا استاذ انا بعرف ان انا بدي اشتق هاي هو معطيك معلومة عن الاشتقاق اذا هون بديك تسوي عملية ايش عملية اشتقاق شو ما اشتقت هاي نقول له افل فتحة لالاكس الرقم اللي ملزق باكس هذا الرقم يا اخوان الرقم هاذ لان هذا الرقم حتى لو انه علي قوة هذا الرقم فبنزل مثل ما هو بمسك الثلاث بنزلها جنب الكي تطلع ثلاث هون اكس بطرح من اكس ثلاث واحد شو بسير بسير اثنين شو مشتقت الواحد صفر طيب هسو احكلك ايش هو معطيك معلومة نافل المشتق للناقص واحد واحد ثمانين يعني عوض محل كل اكس ناقص واحد والجواب كم واحد ايش واحد وثمانين فباجي هون محل كل اكس بعوض ناقص واحد فوصي عن اكس في المشتق لان ناقص واحد تساوي ثلاث كي تكعيب شيل اكس حط ناقص واحد تربي هسو الجواب كم واحد وثمانين شلنا كل اكس حطينا محل ناقص واحد والجواب كم واحد وثمانين هسو هون لو تحسب هاي الجملة تطلع واحد واحد ضرب ثلاث ثلاث تطلع ثلاث كي تكعيب تساوي واحد واش واحد وثمانين هس هو بدي قيمة كي صح فانا بدي الكي لحالها. بس هي مضروحة بثلاث. اقسم على ثلاث هون. اقسم على ثلاث هون. هاي ما هيطير. اذا كي تكعيب تساوي واحدة من تقسيم ثلاثة على الآلة الحاسبة 27. طيب. انا بدي كي. ما بدي كي تكعيب. بدي اقلص من الثلاث هاي كيف? خذ الجذر التكعيبي. اربعة خذ الجذر الرابع. خامسة خذ الجذر الخامس. للطرفين. هاي ما هيطير اذا كي كم? الجذر التكعيبي لل 27 على الآلة الحاسبة. شو تقول لهم? ثلاث. بعدين شايفت عكبست القوة بتحط 27. تطلع ثلاث. انا شو الجواب الجواب فرع ايش? فرع اي. يا رب بتكون الامور واضحة وصهلة. طيب. بعد ذلك اخوان عندنا مشتقة الجذر التربيع هو الجذر الوحيد حصرا اللي بالمادة اللي هو مشتقة. اللي هو الجذر التربيعي اللي قوة هون. حكالي شو مشتقة الجذر التربيعي? حكالي امسك اللي جوه الجذر اشتقوا. واقسم على اثنين نفس الجذر. الجذر التربيعي. امسك اللي جوه الجذر اشتقوا. واقسم على اثنين نفس الجذر. كيف يعني نشوف سؤال? هون. هاذ جذر التربيعي صح? هاي جذر التربيعي. ما علي قوة هون. ما فيش رقم هون. اذا هون جذر التربيعي. كيف باشتقوا? حكالي اشتق اللي جوه الجذر الاربع صفر الناقض ثلاث اكس الرقم اللي ملازق ب اكس مشتقته بنزل الرقم على اثنين نفس الجذر. تمام? اذا اشتق اللي جوه على اثنين الجذر كامل. تمام? يا رب تكون واضحة. بهذا السؤال نفس الشي اشتق اللي جوه الاكس تكعيب مشتقتها ثلاث اكس تربيع. الرقم اللي ملزق ب اكس بنزل هذا الرقم. على اثنين نفس الجذر كامل هو الجذر التربيع الى الاكس تكعيب زاد اربع ايش اربع اكس. تمام? اذا مشتقت مداخل الجذر على اثنين نفس ايش? نفس الجذر. هون السبعة شو مشتقتها صفر? الناقص اكس شو مشتقتها ناقص واحد. على اثنين نفس الجذر. اللي هو ايش? الجذر التربيع الى السبعة ناقص اكس. طيب. هون. هاي اخوان شو مشتقتها? هاي لحالة بدون الجذر هاي. هاي لحالة عجرب. شو مشتقتها? اثنين ضرب واحد اثنين. تقسيم اثنين راح وابعا. انت نزل اثنين. اثنين ضرب واحد الاثنين على اثنين اكس. اطرح من الاثنين واحد بصير واحد. هسا الاثنين هاي بتشطب الاثنين هاي بيظل عندك ايش? اكس. اكس قوى واحد اللي هي نفس اكس. شو مشتقت الجذر التربيعي? مشتقت مداخل الجذر الستاش صفر. الناقص اكس تربيعي مشتقتها ناقص اثنين اكس على اثنين نفس الجذر. اذا مشتقت الجذر التربيعي مشتقت ما داخل الجذر على اثنين نفس ايش؟ نفس الجذر. هسا هاي مشتقتها اكس لانه نزلنا الاثنين ضربناها بواحد. صارت الاثنين تقسيم اثنين طارت. اكس. لما طرحنا من الاثنين واحد بيصير واحد. الي هي اكس بتقوا واحد الي هي اكس. شو مشتقت جذر التربيعي. مشتقت اللي جوة الجذر على اثنين نفس ايش? نفس الجذر وهن ممكنها شو طبع الاثنين هاي معاثنين هاي. ready. فبسريننا اكس ناقص اكس على الجذر التربيعي للستراش ناقص اكس ايش ناقص اكس التربيعي. طيب. شوف سؤال له هذ ده سؤال يجب الوزارة. بيقول لك افل اكس سوى واحد ناقص اثنين اكس تربيع ليكل قوة نصف. فج اشتقوا عادية نزلوا النص واطرح البصن من المقام واغلب حالي بشغلتها بس هون يا اخوان شغلة دائما اذا كانت القوة نص هاي خدعة هاي خدعة حاول استفيد من الخدعة هاي دائما اذا كانت القوة نص نص حصرا فهي اصلا هي جدر تربيعي هي بالاساس اصلا الجدر التربيعي للواحد نقص ثين اكس تربيع بس هو ضحك عليك تمام وحط لك ايه ايش ككسر بحيث خربتك تمام وحط لك طالب الاذبة هبيلة فنحن نحن نطيع ايه ايش بنعجق لحال الاصل فهون يا اخوي دائما اذا شفت قوة نص حصرا فهاي اصلا بالاساس في جدر تربيع بس هو ضحك عليك محولها نص فارجح مثل ما هي بعدين اشتقها شو مشتقتها لهي مشتقتنا داخل الجدر الواحد صفر هاي مشتقتها لهي اثنين ضربة اثنين اربعة اكس تمام اطرح من قوة واحد طبعا على اثنين نفس الجدر اللي هي واحد ناقص اثنين اكس تربيع اذا شو جواب اللي هي ناقص اربعة اكس على اثنين الجدر التربيع الواحد ناقص اكس تربيع اللي هي اكيد نصوي ليه تبسيطة ايشي هون ممكن تبسط هاي اربعة تقسيم اثنين هاي بتروح بيظل اثنين فهي ناقص اثنين اكس على الجدر التربيع للواحد ناقص اثنين اكس تربيع اذا هذا الجواب. تمام? يا رب تكون واضح. سأل بعضه? قال لي هون اذا كان افريكس هو الجدر التربيع للواحد اذا الاكس تكعيب جدر مشتق عند الاثنين. باشتق بعوض الاثنين. هاذ جدر التربيع شو مشتقته? باشتق الداخل الواحد صفر الاكس تكعيب مشتقه ثلاث اكس تربيع. على اثنين نفس الجدر تماما ولا بضيار ليش? هسه هو بده المشتق عند ايش? عند الاثنين. فبعوض الاثنين محل كل اكس. اثنين تربيع اربعة ضرب ثلاث. على الال حاسبة اثناش. على. اثنين تكعيب على الال حاسبة ثمانية زاد واحد تسعة. الجدر التربيع للتسعة على الال حاسبة ثلاث. ضرب اثنين ستة. اثناش تقسيم ستة كم يا اخوان? عبارة عن اثنين. اذا شو الجواب الجواب بي? تمام? يا رب تكون واضح. طيب. نيجي على السؤال بعض. حكالي هون اذا كان افل اكس هو الجذر التربيع لجيل اكس. وكان معطيك جيل اربعة جيل اثنين اربعة. وجيل مشتق للاثنين ثمانية جد افل مشتق للاثنين. يعني بدي اشتق. بدي اشتق هاي القاعدة. هون حكالك هاي القاعدة اللي فيها اكسات هي القاعدة اللي بدي اشتقها يا اخوان. فحكالك بدي افل مشتقة الاثنين بدي اشتق اف اللي فيها اكسات. فشو مشتقتها هاي? اللي هي? هاض جذر التربيع شو مشتقته? مشتقت ما داخل الجذر. مشتقت جيل اكس. لانه رمز لما اشتقه مشتقت الجي جي فتحة لالاكس. على اثنين نفس الجذر. دائما الجذر تري هاي الجي. اذا 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 المشتقة رمز لما اشتقه بحط على فتحة. فهون بتوك تشتقت داخل مشتقت الجي جي فتحة. على اثنين نفسش نفس الجذر. هس اعوض محل كل اكس اثنين. تطلع اف في المشتقة لالاثنين. ليه? شيل كل اكس حط اثنين. تطلع جي فتحة لالاثنين. على اثنين. جذر جي في الاثنين. ليه? جي الفتحة لاثنين كم? ثمانية. بتجيم هاي كلها تحط محل ثمانية. على اثنين. جيل اثنين كم? اربعة. فبتجيم جيل اثنين حط محل ايش? اربعة. تطلع. ثمانية على. الجذر التربيع لاربعة اثنين. ضرب اثنين اربعة. الثمانية تقسيم اربعة كم? عبارة اثنين اهو شو تجاب تجاب فرعي. فرع ايه? اذا الامور ان شاء الله تكون اه بسيطة ان شاء الله. طيب. نيجي بعد هيك على مشتق القوس. حكالي اذا شفت قوس مرفوع لقوة كيف تشتقه. اذا شفت قوس مرفوع لقوة كيف تشتقه. حكالي انسى القوس تماما. شو القوة? ثلاث. صح? قال لي نزل الثلاث كنا كنت تشتق عادي. نزل الثلاث هون. واكتب القوس. مثل ما هو تجربش عليه ولا تشتقه ولا تسوه فيه اي اشي بمرة. نزل الثلاث. اكتب القوس مثل ما هو لا تجرب عليه نهائيا. اطرح من الثلاث واحد. شو بتسير اثنين? تمام? مرة اخرى. دائما الاشي هاض متحفظ يعني ننجربش عليه. بمسك القوة تبعة القوس بنزلها وبطرح من القوة واحد. هيك احنا انتهينا استاذ لسه. اللي هو شو يسوي? بس تخلص هاي الحركة بتفتح القوس عالجني. وبتشتق هاض اللي انت تركت قبل شوي. بدون القوة. لحالها اخطوا شو مشتقطه? الواحد صفر. الاكس تربيع نزل لي اثنين اطرح من القوة واحد. هي اثنين اكس نفسها. اذن اكس تربيع زاد واحدة لكل تكعيب شو مشتقتها? كيف مشتقت القوس يا اخوان? بتنزل الثلاث. تكتب القوس كما هو ما بتجرب عليه تطرح من القوة واحد. بعدين بتشتق الداخل. الواحد صفر الاكس تربيع شو? اثنين اكس. خطوة كخطوة احترازية وخطوة اخيرة. لما تشوف قوس مضروب قطعة. انت خاص اشتقيت. هاي اثنين اكس قطعة واحدة هاي. شفت قوس مضروب قطعة اضرب القطعة هاي بالقطعة الاولى اللي هون. فاثنين اكس ضرب ثلاث ستة اكس. انت تقول له اكس تربيع زاد واحد لكل تربيع. نزلنا هاي مثل ما هي. وهي ضربناها بهديك. تمام? يارب تكون واضح. حال سؤال. نفس شي. تمسك السبعة هاي مش رقة قوس. بتنزلها جنب القوس هون. تطلع سبعة. اكتب القوس كما هو يا غالي اطرح من القوة واحد. بحكيش هندي والله بحكيش هندي. يعني هاي واضح قدها انت قال الله شايف. بسويش حركات هابد انا. طلع اكيه بس السبعة نزلتها وطرحت من القوة واحد. ما سويش اشيش ثاني اصلا يعني. انه في طالب بتاقيه هون بهبد. شو دخل الهبد بموضوع. هسه بتفتح قوس جنابي وبتشتق هاي. الاكس تكعيه مشتقته ثلاث اكس تربيع. اللي هي نزلت ثلاثة اطرح واحد. الرقم اللي ملزق باكس مشتقته بنزل الرقم. نص خلصنا. طبعا هون تضربش هاي بهاي. خلاص بمنه هاي حدين. فتضربهاش بالسبعة خلاص تركها مثل ما هي. طيب هون. هون عندي قوس وعندي حدود ثاني اخرى بغير القوس. شو بتسويسة? هزا قوس صح? بتنزل الثلاث تضرب ليها بالخمسة. ثلاث ضرب خمسة خمستاش. اكتب القوس كما هو تقربش عليه اطرح من القوة واحد. الثلاثة صارت اثنين. افتح قوس جنابي يا غالي واشتق اللي جوه القوس. الواحد صفر الناقص اكس تربيع شو مشتقتها ناقص اثنين اكس. دائما هون القوة نزلتها جنب السالب. ستطلع سالب اثنين اكس. هزا اشتقها دول. السابعة صفر الرقم اللي ملزق ب اكس نزل هزا الرقم. الاربع اكس شو مشتقتها اربع. والسابعة شو مشتقتها سطر. هزا بما انه هاي قطعة مضروب قطعة هون واضرب ليهم بعض. سالب اثنين اكس. نضرب خمسة عشر لي سالب ثلاثين اكس. وكتب القسم هزا مثل ما هو. زادش زادر. مش حكي لك كان المكثف شرح شرح من الصفر هاي يعني اقول لا شرح من الصفر يا اخوان. شرح فعليا من الصفر يعني. هون. يعني فيش داعي انك تجي مصدر تخرج تدرس عليه. شو دهك تدرس هكثر من هيك يعني. نزل الاربع جنب القوس. تطلع اربع. تكتب القوس. كما هو. تطرح من القوة واحدة. اربع لما تطرح الموعة شو بسير بسير ثلاثة. هزا اشتق الداخل. الخمس صفر الجذر التربيع شو مشتقت شو مشتقت الجذر التربيع يا اخوان مشتقت ما داخل الجذر مشتقت الاكس واحد على ثنين نفس الجذر. مشتقت ما داخل الجذر على ثنين نفس ايش نفس الجذر. اذا نزلنا الاربع تطرحنا من القوة واحد اشتقنا الجو. الخمس صفر الجذر التربيع الاكس شو مشتقته مشتقت ما داخل الجذر مشتقت الاكس واحد على ثنين نفس ايش نفس الجذر. طيب. خلصنا خلص. هسة هون. طلع اكيد. بتنزل السالب خمس جنب القوس. تطلع سالب خمس. ثلاث ناقص اثنين اكس تربية. ولا بقرب عليهم وانا كانوا معي. اطرح من القوة واحد. هي سالب خمسة بصير سالب ست. طيب بعدين بتفتح قوس على الجنب. بتشتق المداخل القوس. الثلاث صفر. ناقص اثنين اثنين ضرب ناقص اثنين ناقص اربعة. تمام? واطرح من القوة واحد بصير اكس. بس. هسة السالب مع السالب بيعطي الموجب. اربعة اكس. ضرب خمسة. عشرين اكس. واكتب القوس مثل ما هو. تمام? حلو وواضح. وانا احكيت لكم شغلة. اذا كانت القوة سالبة تابعة القوس او تابعة الاكس. تنزلها تحت تصير موجب. يعني بصير هاي. عشرين اكس. اصوي خط تحتها. وهي لانها قوة سالبة. اكتبها تحت. وشير السالب بس. تمام? يا رب تكون واضح. السؤال بعده. هون. نزل الثلاث على اثنين. هون جنب القوس. تطلع ثلاث على اثنين. اكتب القوس كما هو. هذا لانه كسر. اطرح البص من المقام. ثلاث نقص اثنين واحد. عليش? على نفس المقام وهو اثنين. حلو? هسا اشتقت داخل. الاكستر بايش هو اشتقتها اثنين اكس. لانه بتنزل اثنين جنب الاكس. الرقم اللي ملازق باكس بينزل هذا الرقم. والوحش هو اشتقتها صبر. اذا. هذا الشكل انه. لما نخلص عنية اشتقاق. هذا كسر صح? حوله لجذر. بس. نقول له ثلاث على اثنين. نقول له هاي هون جذر فاضع على على هاي كلها. تمام? الاثنين برا فيش الهداع والواحد جو فيش الهداع. لان هاض جذر تربيع بدون الاثنين اصلا. والواحد على القوة مالهداع. مضروب ايش? مضروب اثنين اكس. ناقص ايش? ناقص. طيب نجرى السؤال بعده. هاض من جذر تربيع. هضوا انه جذر تربيعي كان قلت له مش طاقت الجوة على الاثنين نفس الجوة. بس هاض جذر بتكعيبي لازم يتجهز. فهي تجهيزها اللي هي هاي كلها واحد على ثلاث. تعال ليش هصد مش خمسة على ثلاث? لانه الخمسة هون خمسة هاي للا الاكس. مش لكل القوة. مش كلها قوة خمسة. بس الاكس هي عليها خمسة. فمقدرش هكوله خمسة على ثلاث. طيب. حسة. قل له هون اثنين اكس. زاد اكس قوة قوة خمسة. هون بطيبها مثل ما هي? هس اشتق. هاي مشتقة هنازل الثلاث. اكتب القوس مثل ما هو. اطرح البص من مقام واحد ناقص ثلاث ناقص اثنين. عليش على المقام نفسه له ثلاث. اشتقت داخل الاثنين اكس مشتقتها ثلاث. الاكس قوة خمسة شو مشتقتها? مشتقتها خمسة اكس قوة اربع. اذا هون نزلنا الثلاث طرحنا البصرة بالمقام. خلصنا على المقام. هس اشتقت داخل شو مشتقت هاي? اللي هي الاثنين اكس مشتقت لاثنين. الاكس قوة خمسة هيخمتها عشق قوة اربع. هسا هي كمان مشتقت قوس. هي مشتقةها. نازل اللي اثنين? جب القوس. اكتب القوس كما هو؟ اطرح واحد. بصير هون الاثنين. لما نطرح من ايش واحد. بكتبها. هل ستشتقت داخل. الاربعتاش صفر. الناقص اكس شو مشتقتها? ما لازم تشتقت يرباك ع هاي خدعة هاي خدعة قوية قوية كثير. الناقص اكس مشتقتها ناقص واحد. بضرب ناقص واحد. بدك ترتب. اه هاي السالة بضروها بالاثنين بصير سالب اثنين هاي. هاي بتروح منون. لنو ضربناها سالب واحد ضرب اثنين سالب اثنين. وهاي لانه اي مجال بس بتجري تجهزها هاي. تجهزها كيف? هذا كسر سالب صح? بتحط خط بتنزل 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 لتحت الجذر الفاضي ازايك. حط الثلاث برة وحط الاثنين جوه. بس يعني دهما لما اشوف كسر سالب او كسر كسر سالب بتنزل لتحت بتحط الثلاث برة والاثنين لجوه. سوي جذر كبير على القطع هاي كاملة. لو كانت مثلا اكس قوة سالب اثنين على ثلاث بقول له هون بسويها لتحت جذر فاضي بحط الثلاث برة والاثنين جوه. لو كان بطيخة قوة سالب اثنين على ثلاث بنزل البطيخة لتحت بحط عليها جذر هون ثلاث هون اثنين. ايك. تمام? يا رب تكون واضح. طبعا هون في ثلاث هايها جنب هون وهاي اضرب لها بواحد تنزل مثل ما هي اللي هي اثنين زائد خمسة اكس قوة ايش? قوة اربع. طيب. شوف اه اسئلة اخرى هون. حكالي جيد مشتقدكم المالي. هون بدو تجهيز هاد? لا. لان هاي مشتقد قوس هاد مشتقد جذر تربيعي. ففيش شيش بدو يتجهز اصلا. باشتق من عشر. نازل الثلاث جنب القوس. اكتب القوس مثل ما هو تقربش عليه. اطرح واحد. اشتق اللي جوه. الواح صفر الاثنين اكس مشتقد الاثنين. خطل تقول انك ابداك العيم اغالية باعد دوات. هاي مشتقد جذر التربيعي. شو مشتقد جذر التربيعي? مشتقد ما داخل الجذر apparently هي ستة اكس اثنين ثلاث ستة. الرقم الي ملازق ب�س بنزل هذا الرقم على اثنين نفس ايش? نفس الجذر. اذا مشتقد ما داخل الجذر? على اثنين نفس ايش? نفس الجذر. هس المال سرتبها. اثنين ضرب ثلاث ستة. هنا اثنين اكس زائد واحد قوة اثنين ويكتبها مثل ما هي اللي هي ستة اكس ناقص اثنين تمام ان شاء الله تكون مرتب طيب هل سؤال بعده؟ هون هذا الجهد التكعيبي لازم تجهز فشو تجهيزون هو اثنين اكس ناقص واحد اللي هي واحد اثلاث ناقص اكس ناقص ثلاث قوة قوة ثلاث اشتق نزل الثروف اكتب القوس مثل ما هو اطرح واحد ناقص ثلاث ناقص اثنين عليش عثلاث هاي نزل الثلاث جنب القوس اكتب القوس مثل ما هو اطرح واحد بسر اثنين اشتق الداخل الثلاث صفر الاكس شو مشتقتها مشتقتها واحد طيب هسا خلاص نشغل اقصر هسا رتب هاي شو سير يا عزيزي لان هون كسر سالب بنزل لتحت بقوله واحد على هاي ثلاث هون وهذا كسر سالب سوي جذر لتحت حط الثلاث برة والاثنين جوه تمام لانه كسر سالب نزل لتحت بتحول لجذر الثلاث برة والاثنين جوه طيب وهاي خلاص فيش لتجهيز اصلا لانه هذا رقم مش سالب ومش كسر اصلا طيب نجلس الاخر هون ها مشتقة تعديل هي بقول لأث المشتقة لل اكس الجذر التربيع شو مشتقته مشتقته مشتقت ما داخل الجذر على اثنين نفس الجذر تمام؟ مشتقت الجذر التربيع مشتقت ما داخل الجذر على اثنين نفس ايش؟ نفس الجذر طيب هون ابتضرب الثلاث بالاثنين ثلاث ضرب اثنين ستة اكتب القوس كما هو تقربش عليه يا غالي اطرح من القوة واحد اشتقت داخل الاكس تربيع مشتقت اثنين اكس نزل الاثنين جنب الاكس الاكس هون شو ما عملها واحد؟ شو مشتقت الناقص اكس ناقص واحد شو مشتقت الواحد؟ صفر؟ اذا هضع ايش؟ الناتج انه طيب سؤال بعده هون بده المشتقة بس هون اقلت لك ممنوع اشتق وتحت الخط في اكسات لازم اجهز بالاول فهاي برفحها لفوق هون هبصير واحد جنبها اربع اكس زائد واحد قوة سالب اثنين ارفع من تحت فوق اعكس اشارة القوة هس اشتق سالب اثنين ضرب واحد سالب اثنين اكتب القوس مثل ما هو يا عزيزي اطرح من القوة واحد ناقص اثنين ناقص واحد كم بصير ناقص ايش؟ ناقص ثلاث هس اشتقت داخلي الواحد صفر الاربع اكس شو مشتقتها اربع خلصنا اشتقاق؟ نعم خلصنا اشتقاق هسا اربع ضرب سالب اثنين سالب ثمن دمان البرة هون تضلوها لهم ها لانها قوة سالب بتسوي خط وبتحطها تحت وبتعكس اشرتها وهون شو بتكتب اللي هي اربع اكس زائد واحد طب يشتر ليش ما حولناها لجدر يا اخوي ما هي رقم مش جدر مش كسر مش كسر عشان حوله لجدر فهمت علي؟ هذا رقم تمام؟ طيب اذا هيك الموضوع ان شاء الله تكون واضحة ساهلة بسيطة شو ضل عندنا؟ ما ضلش عندنا كثير انا حاب اكسم الدرس هذا لحستين الدرس في شوية في اسئلة كثير قوية وفي افكار قوية فهبدا اكسمه لحستين هيك احنا تقريبا خلصنا نصف الدرس هذا انه هو هذا اطول درس اصلا بالوحدة هاي اذا خلص بتكون تقريبا الوحدة خلصت فهذا الدرس بدأ اكسم رو قسمين بحيث انه انت تقدر اصلا هذا تمسك المعلومة وتدرسها بشكل مليح لان التأسيس الى اطاتك اياه والافكار الى اطاتك اياه ترجحها مرة ثانه وتحاول تفهمها بشكل مليح واذا عندك مثلا اشي مثلا مش فهم وتسألنا عنه بحيث تثبت كل اللي قبل خلص لما تثبت النص الاول النص الثاني من الحصة القادمة بصير معك اسهل واسهل يعني فالمفروض اهم اشي اهم اشي الحصة هاي هاي هسا احنا راح سكر انت الحصة اهم اشي تروحها بمواشرة ترجحها وتثبتها ثبتتها النص الثاني من الحصة ما بتسمعها تحس باشي صعبين فهذا الافضل قد توقف لهون ادرس هدول بشكل مليح ثبتهم بشكل مليح انت شايف المكثف مغطوا كل الافكار فيش فكرة مش مغطيها تمام يعني مش بس مكثف حل اسئلة ومشيا فافهم العطاقية ثبتوا بشكل مليح بعد ايك الحصة القادمة بصير انت جاهز انو تفوت ايش بالنص الثاني من هذا الدرس تمام فبداك اكسم الدرس لاحصتين خمسة واربعين دقيقة او خمسة واربعين دقيقة او خمسة وخمسة طائم طيام ادركوا مجرد الحصة القادمة اذا انت مش مشترك بالقناة الازم تشترك بالقناة واذا انت مش موجود عالقب لازم نسو برؤفته له هذا الرقم حيث افوتك على الوصاب واذا انت مش تفعل مع الفيديو اتفعل مع الفيديو عشان تكبر القناة يا زرب عبا ليك زرب وليما كنت صغفر للاغين طيب دكش دي دع مستاذك يعني يعني ايش في يا زرب ايش في احلق لش معصي بضيق اوكي تكاثن نراكم ان شاء الله حسن قد كان معك أخوكم ومحبكم السلام عليكم ومحمد الله السلام عليكم ومحمد الله وبركاته